حادث مميت جديد على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان شهدت طريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة حلوان و15 مايو قبل نفق التقاطع مع طريق الأوتوستراد حادث جديد بعد استضام سيارة مواد بيترولية في الحاجز الخرصاني وانقلاب سيارتين ملاكي واستضام أخرى وميكروباس بهم تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة حلوان طبعا وقوع مصابين وضحوية وعلى الفور انتقت سيارات الإسعاف مصحوبة بوحدة المرور للموقع الحادث توقفت الحركة المرورية في الطريق القادم من التجامع الخامس والعاصمة الإدارية باتجاه البدراشين وكورنيشي النيل وده بسبب جنوح سيارة مواد بيترولية في منتصف الطريق بعد استضامها بالحاجز الخرصاني وعبرها من الاتجاه الآخر وبالانتقال والفحص تبين استضام سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بالحاجز الخرصاني وعبرها الاتجاه الآخر حتى منتصف الطريق كما تبين انقلاب سيارتين ملاكي على يمين الطريق واستضام واحدة تلتة بهم وأيضا استضام ميكروباس بهم ورفعت الأجهزة الأمنية حطام الحديث تصيير الحركة المررية بالاتجاهين وجالد استعانى بأوناش محافظة القاهرة واللوردات لوضع رمال أعلى المواد المتسربة على الطريق لمنع انزلاق السيارات موسيقى